هذا وقال الرئيس السيسي إن الدولة ستقيم معرضاً يؤردخ للجهود مصر في حربها على الإرهاب وأضف الرئيس عبدالفتاح السيسي أن التحديات التي تواجه الدولة كثيرة ولن تنتهي ويجب أن نكون أكثر صلابة بالمناسبة إحنا حنعمل مش بس الاحتفالية إحنا حنعمل معرض للحرب ديت حنعمل معرض للحرب ديت هنوريكم الحاجات اللي كانت موجودة اللي بقيت يعني بس مش قليل ده كتير قوي من سلاح وزخاير وأجهزة اتصال وكل ما تعنيه معدات حرب يعني الموضوع هناك ما كانش بسيط الناس بتعودة أنها تشوف الحرب اللي هي يعني يصوروا دبابات وطائرات بتضرب وبتاعها زي الحروب التقليدية يعني لكن الحرب دي كانت سدقوني أكثر شراسة لأن العدو التقليدي أنت عارفه بتشوفه وتقدر تتعامل معها وجهاً لوجها ده ما بتشوفهش ده متستخاب بوسطينا بلبسنا وحلنا يمكن وابعدين يوم بخسة وجبن يهجمك ويجري وطبعاً الناس بتبقى ما يعني موجودة على أولادها وعلى مستقبل بلدها ترجمة نانسي قنقر